تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله أقيم مساء أمس بفندق الخليج حفل تخريج الفوجين الثاني عشر والثالث عشر من طالبات الجامعة الملكية للبنات ممن أتممنا المرحلة الجامعية الباكلاريوس والدراسات العليا الماجستير وحضر الحفل سمو الشيخ حصة بنت خليفة الخليفة رئيسة مجلس إدارة إنجاز البحرين وسمو الشيخ نيلة بنت حمد الخليفة نائبة رئيسة مجلس أمناء المبر الخليفية رئيسة المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلام البحرية وعدد من كبار الشخصيات والدبلوماسيين هذا وتفضلت كل من سمو الشيخ حصة بنت خليفة الخليفة وسمو الشيخ نيلة بنت حمد الخليفة بتسليم شهادات درجة البكالريوس والماجستير لخريجات الدفعتين الثانية عشر والثالثة عشر بحضور الدكتورة بسمة بنت سليمان الزامل والبروفيسورة يوسرى المزوغي رئيسة الجامعة الملكية للبنات وكانت رئيسة الجامعة الملكية للبنات البروفيسورة يوسرى المزوغي قد ألقت قلمة خلال الحفل أعربت فيها عن شكرها لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله وذلك على رعايتها المتواصلة لحفل تخريج طلبات الجامعة الملكية للبنات وهنأت سموها بمناسبة تصدرها القائمة لقائمة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية التي جرى إعلانها من قبل وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة بمناسبة إطلاق اليونسكو اليوم العالمي للمرأة في مجال العمل متعدد الأطراف وأشرت البروفيسور المزوغي إلى أن جهود سموها في تحقيق التقدم لمكانة المرأة البحرينية في كافة المجالات تعد أنموذجا رائدا تحتذا به طالبات الجامعة للسير على نهج التمكين والتقدم والعطاء لتحقيق الإنجازات المشرفة على الصعيدين المحلي والدولي وأوجهت البروفيسور المزوغي تهنئتها للطالبات الخريجات مشيرة إلى أنهن يحمل شعلة العلم من صرح علمي بارز تمحورت رؤيته ورسالته حول أعدادهن ككفاءات علمية بارزة تشارك بفعالية في تحقيق الإنجازات والطموحات وتدفع بعجلة التنمية لأوطانهن فهذا وخرجت الجامعة الملكية للبنات 260 طالبة شملت 100 طالبة من خريجة من كلية العلوم المالية والإدارية لبرامج البكالوريوس و44 من كلية القانون من الإضافة إلى 89 من كلية الفنون والتصميم لبرامج البكالوريوس و26 لطالبات الماجستير اشتركوا في القناة